اهلا بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا التانية والأخيرة مبارح كانت مباراة لأهلي أمام سانداونز واللي انتهت للأسف بخسارة يعني جبارة الحقيقة للأهلي خمسة اتنين يترى ايه أسباب تراجع عداء الأهلي في الفترة الأخيرة ويهو مستقبل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد النتيجة دي كل دو أكتر هنعرفه من ضفنا لمنوارنا الناقض الرياضي محمد مهدي صباح الورد عليك صباح الورد يا سمين وصباح الورد عليك كل مشاهدين طيب رأيك ايه في أسباب الخسارة الخماسية لأهلي من سانداونز طبعا خسارة مهينة للناد الأهلي انه في 4 سنوات الناد الأهلي خسار من سانداونز مرتين 5-0-5-2 ففي التالي انه طبعا خسارة مهينة جدا جمهورنا ده اللي كان يتوقع الهزيمة قبل المباراة ولكن مش بالنتيجة دي يعني الأسباب كتيرة طبعا يعني مشتركة بين الإدارة وبين الجهاز الفني وبين اللاعبة فكلهم مشتركين في نفس الخسارة بس انت كنت متوقع الخسارة لنادي الأهلي؟ الخسارة اه بس مش بالنتيجة دي لأنه سانداونز فرقة كبيرة غير كده انه لعيب الناد الأهلي بتخاف من سانداونز لأنه انت بتتكلم في 3-4 سنين يعني سانداونز بيكسب الأهلي طول الوقت الأهلي بيت عدل يعني بصعوبة بيكسب في القاهرة 1-0 كل المطشيات الأهلي بتحاولي 8 مطشيات في جنوب أفريقيا بيخسر كل المطشيات مع سانداونز فبالتالي انه لعيب الناد الأهلي بقى عندها إحساس انه خلاص انا كده كده راح اتغلب من سانداونز مع كمان الأجوان انه بلعبوا المطش الساعة 3 للعصر احنا شوفنا طبعا تصريحات شنناوي في المؤتمر الصحفي بتاع الأهلي انه هم اداء جدا من موضوع 3 العصر ومن موضوع الملعب فتأثير ده عليهم كان ايه؟ هل هم رايحين قراضي الطاقة ان احنا بنلعب معاد مش حابينه وملعب مش عارفينه وكده؟ هل ده اثر عليهم او؟ ما ده اللي انه بقول لحضرك علي انه لعيب الناد الأهلي رايحة نفسيا مجهزة نفسا انها تخسر من سانداونز ولكن هي القصة في النتيجة تخسر كام 1-0-2-0-2-1 ولكن النتيجة توصل لـ 5-2 لا لكن قصة انه الشنوى ينتقد التوقيت أولا سانداونز من حقه انه يحدد المعادل اللي هو مناسب بالنسبة لي لعب 3 العصر يلعب 6 المغرب يلعب 9 بالليل لانه الفريق من حقه يحدد التوقيت الهلال السوداني حدد 3 العصر وفاز على الاهلي 1-0 الاهلي بيحدد مطشاته مساء فبالتالي انت الطرف الملعبك بتحدد التوقيت لازم يلعب على نقاط الدعف للطرف بالضبط ده امره طبيعي انه سانداونز جاهز كل اسلحته انه يكسب الناد الأهلي يعني فتح الملعب 53 ألف متفرج للجمهور مجانا بدون والحفلة اللي قبل المطش ومشترط على الجمهور انه اي حد يجي المطش لازم يكون لابس تشيرت سانداونز كل ده ضغط على لعبت الناد الأهلي بالاضافة انه لعبت الناد الأهلي ذات نفسها رايحة خايفة من سانداونز انه تتغلب بنتجة كبيرة كل ده اثروا كل ده اللي خلى ان الشنو يطلع في المؤتمر الصحفي قبل المباراة يتكلم عن انه التوقيت غير مناسب لا انت كلاعب كورة مش من حقك تتكلم عن التوقيت لان سانداونز او اي فرقة لما بتيجي بتلعب في القاهرة ببتقولكش انت حددت توقيت الساعة كم تلعب فيه مباراتك فبالتالى ان هي مبررات للعيبة انك حد خايف من المنافس فبالتالى بيطلع اي مبررات بس البعد قال ان كالر هو السبب لانه لعب لعب مفتوح في بداية الماتش وده اثر على اللعيبة لانه في الاخر ده الناد الأهلي لازم لعب لعب مفتوح يعني الناد الأهلي مش بيجيب صفقات بملايين وخمس ست محترفين بيتفعلهم ملايين دولارات سنويا وعنده ابرز لعب النجوم مصر وهيروح يلعب بيقفل دفاعاته على ساندونز او غير ساندونز ولكن هي الحالة العامة اللي فيها الناد الأهلي يعني منذ كاس العالم للاندية وخسرتين مع الريال مدريد وفلمانجو البرازيل ويرجع على السودان يخسر من الهلال ويرجع على الدور المحلي يتعادل مع الدخلية ويكسب المقاولين العرب بصعوبة 2-1 ثم يعني يخسر من ساندونز 5-2 فبالتالى هي الحالة اللي فيها الناد الأهلي وده كان سبب كمان الناد الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب الإرهاق على اللاعبين ولكن ان احنا ما ينفعش نقول انه المدرف فتح الملعب انه ده الناد الأهلي طبيعي انه يلعب لعب مفتوح يعني القصة في انه اللاعب في الناد الأهلي واضح انها ما كانش في حالتها مبارح كانوا في غيبوبة بشكل كبير جدا حقيقة الأداء كان يعني حتى بشهابت جميع الناس ان الأداء كان سائق جدا جدا بس الأساس بتاع القصة انا كلاعب رايح خايف من سندونز فمهما اعمل في الملعب خلاص انا يعني نازل الملعب وانا متأكد تماما ان انا كده كده هاصل ده واضح ان كل الفرقة بتاعت الناد الأهلي مبارح ما كانش في حالتها الا بس سناء برسته الوحيد اللي كان فايق شوية غير كده كل الفرقة ما كانش في حالتها حتى الجهاز الفن تغييراته وتدخلاته في المباراة ما كانتش في يعني توقيتات مناسبة او ما كانتش في حالتها فبالتالي ده اللي وصلنا للنتيجة دي وصعب مهمة الناد الأهلي في التأهل من دور المجموعات طيب تعالي نتكلم كده شوية عن خطوط الناد الأهلي اللي بدأها الشنوي دينا تفاصيل أكثر ايه خطوط الناد الأهلي اللي بدأها الشنوي انه الخطوط يعني انه هو يبدأ بمحمد الشنوي ما طبي ايه يبدأ بمحمد الشنوي بص محمد الشنوي هو حارس مصر الأول وهو حارس الناد الأهلي الأساسي ولكن محمد الشنوي ليه كذا مطش مستوى مترك المشكلة في أنه البديل بتاع محمد الشنوي هي وعلي لطف وعلي لطف بتتكلمين في سنتين ما لعبش مع النادي الأهل فبالتالي صعب أن أنا أجي ألعب دلوقتي بمحمد الشنوي وده لأن الجمهور بينتقد في الإدارة أنك أنت كان عندك فرصة في الانتقالات الصيفية والانتقالات الشتوية أنك أنت تتعاقد مع حارس مرمى يساعد محمد الشنوي لو حدرك فاكرة من كم سنة كان منه الجزيم وديل فن الأهل وكان عصام الحضري مكسر الدنيا في عرص المرمى خد كم مطش كده بيتدلع يعني طبيعي أنت كحارس مرمى بيجي لك فترة المستوىك ما بيقاش هو المأمول يعني الأهل تعاقد مع نادر السيد وقتها وكان في ساعة أصراع بالنادر السيد وعصام الحضري أنه كان اللي بيقف بيسد الجون يعني كله بيصارع أنه يبقى هو الحارس الأساسي للنادي الأهل دلوقتي الشنوي هو ما فيش غيره يعني يعني علي لطف بعيد جدا بنتكلم في سنتين ثلاثة يعني لطف لعب مطش أو مطشين بالكتير يعني مصطفى شوبر برضو بعيد ما بيلعبش فبالتالي أنه كل التركيز على محمد الشنوي طبيعي أنه يجي وقت على محمد الشنوي خلاص هو يفصل ذهنيا بس أنت شايف أنه هو علشان شنوي مالوش منافس يحمسه أنه هو يفضل مكمل وكده ولا عشان هو مستوى تراجع فعلا لا هو كل لعب يجي له فترة أنه مستوى بينخفض ومستوى بيرتفع ده بيحصل ده طبيعي جدا ولكن مفيش بديل لمحمد الشنوي يقدر حتى أنه محمد الشنوي لما مستوى ينخفض مطش أو التاني والبديل يلعب هتلاقى محمد الشنوي بيموت نفسه أنه يرجع يبقى أعلى من الأول ده مش موجود محمد الشنوي بيخطأ أو لا يخطئ هو كده كده موجود في حرص مرمى النادي الأهلي الخطأ بتاع الهدف بتاع الهلال السوداني محمد الشنوي يعني قولا وحيدا 100% مستوى فيه بديل طبعا لازم أكيد هيكون كبير يعني بسم النادي الأهلي طبيعي ولكن أنت كان عندك فرصة الانتقالات اللي فاتت واللي قبلها أنت تعقدي محالس مرمى حتى لو مش هيلعب بشكل أساسي ولكنه يبقى يعني شو كف ظهر محمد الشنوي أنت لو ملتزمتش لو مستعدتش مستوىك عافيتك خلاص فيه بديل لك لكن هو خلاص مطمئن تماما أنه غلط مغلطش أنا كده كده بلعب أساسي مع النادي الأهلي طب خلينا نروح لخطة الدفاع شفت إزاي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المرحم أداءه من بارح كان عامل إزاي بالنسبة؟ كاريسي طبعا أنه ده يبقى دفاع النادي الأهلي وصندونز وسجل خمس أهداف على النادي الأهلي دفاع كاريسي طبعا يعني مستحيل أنه على مدار التاريخ أنه النادي الأهلي كان فيه خط الدفاع ده دفاع كاريسي بشكل كبير جدا وده اللي خلق كله خرج ياسر إبراهيم ولاعب رامي ربيعة محمد عبد المنعم مستوى متراجع بشكل كبير جدا بس مناسبة عبد المنعم هو البعض بينتقد وبيقول أنه بيتعالع الكرة هل أنت شايف أنه ده فعلا حاصل ولا دي شوية انتقادات لازم تبقى وجودة؟ بص هو مع الخسائر فطبيعي أنه كله بينتقد يعني بيطلع العيوب اللي في الفرقة ولكن محمد هو من بدري كده هو يعني شايف أنه أفضل مدافع في مصر عنده سنة منه بيتعالع على الكرة ولكن في نفس الوقت بيقدف شكل كويس بيهدف كمان بيجيب أهداف مع النادي الأهلي بيجي له بعض المطشات مبقاش في حالته زي مطش مبارح يعني جون أو اتنين من الخمسة بسبب محمد عبد المنعم ده بالسبب أن الحالة العامة كلها للفريق ما كانتش متزبطة كان الفريق خلاص هو أنا يعني مستسلم تماما لسن داونس وعايز أقول لي حضرت ركلا لحاجة أن الأهلي قفلت مبارح يعني من هزيمة من سن داونس نكلم في سبعة أو تمانية سن داونس كان بيلعب الشرط التاني على الواقف بلغته الكرة يعني لو داسه شوي على النادي الأهلي كان الفرق وصل كتير جدا كنت تتكلم بستة أو سبعة أو تمن أهداف في مطش مبارح فلا دا مش دا دفاع النادي الأهلي وده برضو أنه ليه بقول لحضرتك في الأول أن المسئولية على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى الإدارة أيضا لأنه المدير الفني والمدير الفني اللي قابل منه والمدير الفني اللي قابل منه طلبوا تعاقدات لخط دفاع النادي الأهلي والإدارة لم تبرم هذه التعاقدات طلبوا تعاقدات لخط الهجوم والإدارة لم توفر هذه التعاقدات فبالتالي أنه الإدارة مشاركة في اللي بيحصل مع النادي الأهلي أنه يتراجع مستواه في مونديال العالم للأندية ويبقى يعني بدل تتمر على التولي البرونزية لا رابع وبيخسر أربعة من الريال وبيخسر أربعة من فلمينجو ويرجع أرقام أرقام كبيرة طبعا ويرجع في الدور الأبطالي بأبو المستوى بالشكل ده بيتعادل مع ساندونز في القاهرة ويخسر خمسة اثنين ويتغلب من الهلال السوداني في السودان لا مستوى مزري للنادي الأهلي أنه لا الأهل محتاج تدعمات ولكن في نفس الوقت أنه الإدارة مش موفرة تدعمات المناسبة بتجيب صفقات أه مش ما بتجيبش ولكن في مراكز انت مش محتاجاها يعني الكولر من ساعة ما جوها بيطالب بالتعاقد مع مهاجم إدارة النادي الأهلي كأنها مش شايفة ما تعقدتش مع مهاجم تعاقدت مع نص ملعب رقم أن كنت عندك ستة أو سبع لعبين في نص الملعب بيطالب بالتعاقد مع مدافع ما فيش متعاقدات مع مدافعين فبتالي هو مضطر يلعب بالورق اللي عنده لنهاية الموسم لأنها دي الأماشة اللي موجودة مضطر أنه يكمل بيها وده اللي بيصعب القصة عند النادي الأهلي لكي 3-4 سنين الأهلي بيخسر الدوري العام مرتين على التوالي وده يعني ما حصلتش ويبقى مهدد أنه يتأهل من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بسبب القماشة بتاعت النادي أهلي وبسبب أنه في لعبة موجودة طب فرصه إيه في التأهل يعني يقدر نقول هي مازالت قائمة ولا خلاص لأ مازالت قائمة ولكن مش بيقش بييده يعني عندك الأهلي عنده مطش مع القطن الكاميروني مطش سهل جدا الأهلي يقدر يعدي يتخطى القطن الكاميروني وعنده مطش العودة هنا مع الهلال في القاهرة يقدر يتخطى المطشين ويكسب الستة بونط ولكن المشكلة عنده في مطش ساندونز والهلال إذا حصل أي نتيجة إجابية للهلال هيبقى مهمة أن دي الأهلي صعبة يعني لو الهلال السوداني يلعب مع ساندونز في السودان لو الهلال السوداني يتعادل مع ساندونز بتتكلم في المطش الأخير الأهلي والهلال في القاهرة فارق الأهداف هو اللي هيحسن مين يتأهل الأهلي أم الهلال لو الهلال فاز على ساندونز خلاص أن الأهلي ملوش أي فرص في التأهل فبالتالي أنه طيب أنت متوقع إيه اللي هيحصل بالزبط في نقطة دي لأ البوص الهلال يعني بتكلم في تسعة بوانت وماشي كويس جدا كسب تلات مطشات وخسر مطش من ساندونز ولكن ساندونز هي فرقة كبيرة المطش في السودان ممكن يبقى صعب شوية لو تلعب بجمهور ممكن يبقى صعب على ساندونز ساندونز خلاص ضمن التأهل فبالتالي مش باقي على حاجة رغم أنه تصرحات مسؤولين ساندونز أننا هنروح السودان بالفول تيم وأننا هنلعب لآخر نفسه ولكن في النهاية هو خلاص فريق تأهل إلى الدور التالي فمش محتاج أن أنا أتعب نفسي ومش محتاج أن أنا أدخل نفسي أخسر لعبة إصابات أو غيره لأ المطش صعب وهو الناد الأهلي حط نفسه في مأزق ولعبت الناد الأهلي حطت نفسها في مأزق فبالتالي أنت منتظرة مطش السبت بين الساندونز والهلال ما تصفر عنه النتيجة سيحدد مصير الناد الأهلي في البطولة يعني طب إحنا لو رجعنا نتكلم تاني على مبارح عايزة أعرف رأيك في أداء علي معلول وخصوصا أنه كمان ما كانش ليه بديل ودي برضو هنرجع لنفس المشكلة لموضوع الإدارة والإدارة ما بتوفرش تعاقدات رغم أن عندها يعني ميزانية مليارية ولكن أنه مجلس الإدارة مهتم أكتر بإنشاءات مهتم بفرع التجمع فرع مدينة نصر فرع الجزيرة مش مهتم بالشكل كبير بفريق الكور علي معلول بيكبر في سن أو متقلق مع الناد الأهلي السنوات اللي فاتت ولكن ما فيش بديل وبيلعب كل المرشات فطبيعي أنه يعني بيجي عليه وقت زهنيا وبدنيا ما بقاش مركز فبالتالي أنه لو رجعت حتى من أول السيزون ده علي لعب تاعة 4-5 مطشات كويسين وليه أخطأ كتير جدا بيتكلم في 5-6 مطشات علي معلول بيخطأ أخطأ غريبة بتتردب أهداف للناد الأهلي مصاب أش زي كل مطش لأنه خلاص هو كبير في السن من ناحية وأنه حتى هو بيلعب كل المطشات عن رجيش بديل لعلي معلول فهتبضلي في القصة دي ما فيش حد هيلعب مين يعني ما فيش هيلعب ما هو مضطر أنه حتى لو مصاب هيلعب ما هو فيش باكليفت إلا علي معلول كان فيه شباب أنت طلعتهم أعارة من غير ما تستفادي بيهم فخلاص فاتما قد أكوش غيره أنك أنت هيكمل معاك السيزون بقى بالمستوى ده لحد ما أنت تفكر تجيب تعاقدات في الأماكن اللي عندك فيها مشكلة عندك مشكلة في الديفنس جيبي مدافع كويس يليق باسم الناد الأهلي عندك مشكلة في الباكليفت دور على الباكليفت كويس تجيب عندك مشكلة في المهاجم تجيبه مهاجم كويس حتى لو بأرقام كبيرة جدا لأنه في الآخر ده اسم النادي الأهلي حتى لو هتدفع فلوس كتير جدا للمهاجم والمدافع والباكليفت نتهجبهم ولكن هتوصل للبطولات بطولات أفريقية وتروح كاس العالم وهكذا طب إحنا بخصوص التعاقدات والشباب إحنا يعني الحياة شوفنا الفترة اللي فاتت لما الزمالك ما كانش عنده تعاقدات اعتمد على الشباب من وجهة نظرك النادي الأهلي بقى ما بيعملش كده ليه هو الزمالك لما جات له فرصة أو تعاقدات ركن الشباب إحنا طول الوقت بيعتمد على الشباب لما نتزن يعني أنا مزنوق موجودين بس ما بيلعبوش موجودين بس ما بيلعبوش يعني الزمالك السنة اللي فاتت كان عنده مشكلة في قفق فبالتالي إن القايمة بتاعته كنت قليلة ما كانش قدام غير إن هو يستعين بالشباب طلع من قطاع الناشئية مثل لسا الشباب موجودين يعني مثلا سيف جعفر سيف جعفر موجود ولكن بص هي القصة في أنا بلعب سيف جعفر لما أنا بحتاجه سيف جعفر موجود لي كم سنة مع الزمالك ما كانش بيلعب ولكن بعد ما إمام عشور مشي من نادي الزمالك فبالتالي إنه الزمالك كان عنده مشكلة في حتة نص الملعب اضطروا نلعب بسيف جعفر ولكن مين تاني من الشباب نالزمالك بيلعبوه مفيش حد كلهم الفلتيم أو الفريق الكبير نفس القصة يعني شوفنا يوسف وثامره كان متقلق مع الزمالك السنة عطب اللي فيه كمانا ألي فين عبد مجيد عوثام بيلعب من السنة اللي فاتت أساسي بشكل أساسي والزمالك عنده مشكلة في الخط الدفاع لإن محمود الوينش تعرض لإصابة بقاطعة في الرباط الصليب فبالتالي ما عندهوش مدافعين إلا حسامر عبد مجيد ومحمد عبدالغاني ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه أنا مش اعتمد على الناشئين والشباب إلا لو أنا محتاجوا في الفعل أنا عندي عجز في الحتة دي فبجيب بحد من الناشئين بحط ولكن الزمالك عمل تجربة حلوة السنة اللي فاتت كان فيه خمس أو ستة ناشئين بيلعبوه بشكل أساسي معناد الزمالك لما فتح القيد الزمالك ضم صفقات فبالتالي ركن الشباب بقى بيعتمد عليهم في زي ما بقولت حضرك لما يكون مزنوء يعني الأهلي نفس القصة السنة اللي فاتت طلع عدد كبير جدا من الشباب يعني يفنش بيهم الدوري مع بداية السيزون جاب صفقاته ركن كل الشباب بتفص على الفريق النادي الأهلي ما فيش ولا شاب بيلعب ولا حد من قطاع الناشئين كلهم لإما طلعوا عارات لإما كلهم على دكة البدلاء أو مش في القيم أصلا فبالتالي المشكلة عندنا مش في قصة قطاع الناشئين فيه أو ما فيهوش لأ هو فيه بس أنا بيستخدم ده لما كون مزنوء ما عندش حد فبجيبه ألعب بيه طب أنت من شوية قلت أن المدرب مفيش تعقودات قدامه فبيلعب بالكرت الموجود طيب ليه المدرب ما يطورش من أداء اللعيبة اللي موجودة معاه حاليا زي ما كنا بنشوف فريرة مثلا بيعمل يعني من وجهة نظرك ليه بقى تنقصوا الحتة دي مش تنقصوا بس أي مدرب أجنبي بييجي هو مش جاي يطور اللعيب لأنه في النهاية تعقودات النادي الأهلي بتتكلمي لأنه أقل لاعب في النادي الأهلي بياخد عشر مليون جنيه سنويا فده أنا مش محتاجة طوره بس هو دوره قواره يعني أنا مش ناشي أو مش شاب أنا جاي أطوره يعني التطوير ده بيبقى في اللاعبين الشباب والناشئين يا سلام بس ما يساعدوش يعني لقى مستوى بعيف شوية أو عنده مشكلة قائية كلمة ساعدوش مش نجمو ونجمو بلعف ومنتخب مصر أنا أعلمه يباص الكرة إزاي أو يدافع إزاي أو يقطع الكرة إزاي أو يجيب جون إزاي أمول هو جاي يعمل إيه بالزبط ورده لأ ما هو كوتش جاي بيدرب الفرقة جاي على فرقة جهزة الطبيعي بيطلب ليه هو بيطلب تعقودات أنا مدرب كبير جاي على المفروض أنه جاي على فرقة جهزة محتاج مهاجم تجيب لي مهاجم ماشي بس هم عندهم يعني مشاكل في الخطط والتمركزات وكده فأكيد أن ده دور مدرب إن هو يساعدهم المساعد المدرب بيتكلم طبعا في التدريبات على الخطط التدريبات البدنية والخططية وطرق اللعب والقصص دي كلها ولكن المشكلة مش في طرق اللعب ولا المشكلة في الخطط المشكلة في اللاعب نفسه في جودة اللاعب نفسه إزاي هو أصلا إمكانياته على قده وإزاي أنت هتخلي الإمكانياته على قده ده 100% صعب جدا فبالتالي أنه أي مدرب أجنبي بييجي ما بيطورش في اللاعبين أو في مستواهم إلا إذا في قطاعات الناشئين الكلام ده في قطاعات الناشئين تجيبه مدرب أجنبيه ويطور في المستوى لكن خلاص هو يعني بتكلم من 26 سنة إلى 30 سنة هيطور في اللاعب إيه خلاص لعب بتكلم في كل لعب لعب 100 مطش ولا 200 مطش ولعب مع الفريق الأول لندل الأهل ولعب مع منتخب مصر واجه أقول له بص إزاي ودافع إزاي فأكيد لا يعني موضوع أن تطوير حتة اللاعبين دي ابدأ من فرق الناشئين ابدأ من الشباب زي ما فيريرا زي ما حضرتك ذكرت قلتي فيريرا عمل بس فيريرا عمل مع ناشئين الزمالك ومع شباب الزمالك مش مع اللاعب الكبير يعني الزمالك عنده محترف سيفي الجزيري من تونس هو ده مفوض أنه أنا أجا أطور مستوى ولا أنا بجاب محترف ليه بدله بالدولار عشان أطور مستوى مفوض أنه هو جاهز نفس القصة النادي الأهلي جاب خمس محترفين قال لعب فيهم بياخذ 600 ألف دولار سنوية بس ما حدونا مسلوسي مثلا يعني هو لعب محترف وكل حاجة بس مستوى تطور مع فيريرا مستوى تطور في اللعب مش هو اللي تطور مستوى لأنه أولا حمزة المسلوسي مركزه تغير في المعب حمزة المسلوسي بيلعب باك رايت هو بيش بيلعب فيريرا لما تقلب الطريقة بيلعب بثلاث مدافعين بقى حمزة المسلوسي واحد من الثلاث مدافعين فبالتالي طريقة حمزة المسلوسي ذات نفسها تغيرت ولعب حمزة المسلوسي ذات نفسه تغير بقى بيدافع أكتر بيهاجم بشكل أولاده قدامه وزيزه بيلعب باكرايت عمر جابر أو محمد طارق أو غيره في الباكرايت أو سيد نمار فبالتالي ده مش مكان حمزة المسلوسي هو تقلق في المكان ده زي ما بتقولي أنه مثلا بيبقى عندي مشكلة في الدفاع فبجيب حد من نص ما لعب بلعبه مدافع أو عندي ما عنديش باكرايت فبجيب حد من المدافعين بلعبه وباكرايت إن أنا مزنوق بيتقلق في الحتة دي فبيكمل ولكن كتطوير مستوى وأنا مش مطلوب مني أن أنا كمدرب بجيب محترف ليه بس أنت منحز لكولر على بكرا لا مش منحز والله أنا قلت أنه طبعا أخطأ في مباراة مبارح وقلت أنه كولر آه مدرب كبير ولكن وماشا اللي هو عايزه أنا أحاسب المدرب إمتى لما يطلب حاجات وأنا كإدارة أوفر هالو وبعد كده أحاسبه ولكن قصة إن أنا المدرب يطلب طول الوقت حاجات وأنا كإدارة موفرش ده مش هقدر أحاسبه يعني لما حتى إدارة نادلة هتيجي تتكلم على كولر دلوقتي طب أنا طلبت منك مدافع وطلبت منك مهاجم أنت ما جبت ليش فبتحسبني على إيه ما تقدرش تحسبني فبالتالي وفر له الحاجة اللي هو عايزها وبعد كده حاسبه ولكن لو شفته مسيرة كولر بعيدا عن ماتش صندونز إن البداية بتاعته كان لأكاد قوية جدا بتكلمي في 22 مباراة انتصار بدون هزيمة هي القصة اللي وقعت منه من ساعة كاس العالم للآن دي حتى الآن لأنه في ضغط ماتشوط مع النادي الأهل هو بيثبت التشكيل بتاعه بيعتمد على العدد من اللاعبين الإرهاق البدني والزهني مع لعبة النادي الأهل إنه بيلعب كذا بطولة في وقت واحد ده اللي أثر في مستوى اللاعبين بالإضافة إنه طبعا فيه لعبة طبعا لا تصلح اللاعب للنادي الأهل فبالتالي القصة مش قصة زي مين؟ كتير جدا يعني مين من وجهة نظرك؟ يعني ياسر إبراهيم ده لا يصلح للنادي الأهل رام ربيع لا يصلح للنادي الأهل محمد هاني لنا 5000 سنة بنقول إنه لعب لنادي طب مين من وجهة نظرك لا يصلح للنادي الأهل؟ لأنه فيه ناس تقدر تشيل تشيرت النادي الأهل وفيه لأ زي ما فيه ناس تقدر تلعب في نادي الزمالك مش كل لعب يقدر يلعب في أهل والزمالك الأهل والزمالك لهم موصفات تانية خالص أنت طول الوقت بتلعب على بطولة وطول الوقت بتلعب على ضغط جماهير وبتلعب داخل مصر وخارج مصر يازم عندك الإمكانيات اللازمة أنك أنت تقهي لك أنك أنت تلعب لأهل والزمالك بس ما فيه يونيس ممكن تكون شايفة أنهم عندهم الإمكانيات دي؟ ما هو واضح الإمكانيات من النذاك لا يعني مش بنتكلم على مبارح بالذات يتكلم على أداءهم في العام لا أما هو طول الوقت فيه انتقادات يعني لما الناس جي تتكلم على محمد عبد المنعم أنه متعالي على الكور لكن ما يقدروش يقوله أنه محمد عبد المنعم مش مدافع كويس صح؟ والناس قالت أنه هو متعالي على الكور فيه ناس كده هو العلي معلول مثلا مصر هو متراجع ولكنه لعب كبير دي القصة ولكن فيه لعب هو لا مش لعب كبير محمد هاني لخمس ست سنين بلعب في النادي الأهل طول الوقت هو خلاص نقطة ضعف في النادي الأهل والدليل أنه أي حد بيجي البكرايت بيلعب على محمد هاني أكرم توفيق رجع للنادي الأهل بقى بيلعب هو البكرايت الأساسي ومحمد هاني على دكة البودلاء حصلت له الأصابة بقى بيشارك محمد هاني فبالتالي أنه لا فيه لعبة أنه لا تصلح للنادي الأهل زي ما فيه لعبة أيضا برضو لا تصلح للنادي الزماني تلعب في أندية وسط الجدول لكن تلعب أهل وزمالك لأ ليهم وصفات معينة وموصفات خاصة وإحنا عندنا كمان المشكلة دي مش كمان فيش في اللعب المصر في المحترفين ذات نفسهم تبيجيبوا محترف لا يلي يقلعب في أهل أو زمالك يعني طيب خلينا نعرف كده أنت شايف الفترة اللي جاية إيه اللي هيتم في النادي الأهلي لتصحيح الأوضاع دي بص النادي الأهلي أولا أنه هو خصم هيخصم 10% من عقود اللاعبين على الخماسية بتاعة ساندونس مش هيعمل أي حاجة إلا بعد انتهاء المباراتين بتوع القطن والهلال إذا تأهل النادي الأهلي للدور التالي خلاص يعني هيبقى في وعد من الإدارة للعيبة إذا كسبت البطولة هنشيل للخصمات دي لا النادي الأهلي ما تأهلش الدور للدور التالي فبالتالي هيبقى لا في مشكلة كبيرة عند النادي الأهلي وبس هو كده كده هو قدر وقت بش يقدر يعمل حاجة يعني هو الحل الوحيد اللي قدامه أنه بيخصم من مستحقات اللاعبين من عقود اللاعبين وبنهاية الموسم أعتقد أنه يبقى بشكل كبير جداً خمس أو ست اللاعبين هيمشوا من النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري إذا النادي الأهلي يعني أفشى أول واحد ما هيمشي ديانج جاي له عرضه خلاص مستوى متراجع محمد شريف ياسر إبراهيم رامي ربيعة أعتقد دول أبرز أيمن أشرف برونو سافيو البرازيلي أنت دفعت فيه مليون ونص دولار ومش برازيلي يعني جايبة محترف بمليون وخمسمائة ألف دولار وبيقعد على الدكة وبيخشش القيمة أصلاً وده مش يعني مش منطقة ده اللي بقولك عليه أنه حتى اختيارات المحترفين اختيارات يعني فشلة جداً سواء هنا أو هنا في الأهلي أو في الزمالك الزمالك نفس القصة وجاب سامسون مهاجم ما لعبش ولا ماتش من ساعة مجهة أو لعب بعض الدقائق يعني الأهلي نفس القصة جايب كريستو من تونس بمليون دولار وما بلعبش فنفس القصة يعني فبالتالي أنه فيه إذا الأهلي خرج من دوري الأبطال فيه خمس أو ست سبع لعبين في نهاية الموسم هيبقوا خارج النادي الأهلي ولكن خلينا نقولك الحاجة مهم جداً أن الأهلي السنة المركز في الدوري المصري وليس في دوري الأبطال لأنه ليه سنتين بيخسر الدوري حساب نادي الزمالك فبالتالي وشايف أنه لا خلاص لازم أستعيد الدوري وبعد نبدأ أفكر في دوري الأبطال وهو ده اللي عامل مشكلة عند اللعيبة وعند الجهاز الفني أن اللعيبة دمخها متشتتها أنا أركز في الدوري ولا أركز في دوري الأبطال الإدارة عايزة دا ولا إدارة عايزة دا طبعاً يا حب نشكرك شكراً جزيلاً وبنتمنى الفريقنا النادي الأهلي التوفيق إن شاء الله دايماً يا رب ونشكر حليك شكراً جزيلاً ناقد الرياضي محمد مهدي ومشاهدينا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد